وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تحسن مضطرد في مصاري توطين الصناعة في مصر في قطاع النقل وبرفع نسبة المكون المحلي جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيت وزير المالية والفريق كامل الوزير وزير النقل وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية وإعادة تأهيل وتطوير خطوط متر الأنفاق بالقاهرة الكبرى فضلا عن مشروعات إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية وكذا بحث مستجدات جهود الحكومة الهادفة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل في مصر من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب استثمارات خارجية في هذا المجال وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تحسن منطرد في مساري توطين الصناعة في مصر في قطاع النقل ورفع نسبة المكون المحلية وذلك من خلال تكثيف العمل الجاري لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الصدد بما يساعد على تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية في المجالات الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تشهيدها وتحديثها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصدرات المصرية وصولاً لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت على النحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة اشتركوا في القناة